ينضم إلينا من رمالة حاتم عبدالقادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس ومن غزة طلال عوكل المحلل السياسي كما ينضم إلينا من تل أبيب الدكتور مردخاي كدار الأستاذ في جامعة بار إيلان في تل أبيب دكتور مردخاي أبدأ منك ما الذي يجعل أولمرت يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق كهذا ولم يحدث أي إنجاز حقيقي في هذا السياق منذ أنابوليس الذي طال الحديث عنه ما يدفع بأولمرت هو علمه بأن السكين السياسية ستنزل على ركباته بعد أسبوعين من اليوم عندما يدتر للانسحاب من منزله كرئيس الحكومة وهو على أنه سوف لا يرشح نفسه للانتخابات في حزب كديمة وهذه هي الأيام الأخيرة لولاياته وهو يريد أن يترك بصمته على شيء في هذه الدولة بالرغم من أنه فاكد لكل الشرعية وكل الشعبية وكل التأييد التي ربما كان له في البداية ولكنه فاكد كل شيء وهو الآن يبيع إسرائيل بالجملة للفلسطينيين هذا ما يشعر الإسرائيل في الشارع سيد دكتور مردخاي إذن الدولة الراعية لهذا التفاوض رئيسها سوف يرحل قريبا أولمرت يرحل قريبا رئيس عباس يعاني من مشاكل في الداخل كيف يمكن التوصل إلى أي شيء في خلال أسبوعين في قضية يتم الحديث عنها منذ عشرات السنين وسمعت الموقف الفلسطيني الذي يقول كل شيء أو لا شيء أنا أشارك المتحدثين الفلسطينيين بصعوبة التوصل في زمن وجيز إلى أي من الاتفاق ولكن علي أن أؤكد أن كلما يحصل الفلسطينيون اليوم من إعادة اللاجئين وتكسيم الكدس واكتلاع المستوطنات كلما كان هذا الاتفاق أكبر من أحد الفلسطينيين سيكون فوز اليمين لإسرائيلي في الانتخابات المقبلة أكبر وهذا السناريو نفس السناريو الذي شهدناه في قانون الأول عام 2000 وقانون الثاني عام 2001 في محادثات تابا عندما قدم براك وبيلين عن ذاكا بتنزولات سخية ليسر عرفات عن ذاكا وهذا ما دفع بالشعب الإسرائيلي إلى انتخاب شارون في المرة الأولى وهذا ما سيحدث الآن وهذا ما يفسر السمت الذي يلتزم باليمين التنياهو في هذه الأيام لأنه يريد أن تنزلك الحكومة حكومة العمل وكديمة إلى مستنقع التنزولات كي يأتي بعد التنزولات للجمهور الإسرائيلي ويفوز بأغلبية الكنيسة وأعتقد أن الفلسطينيون اليوم إذا كانوا يريدون أن يبكوا باليسار في الحكم عليهم أن يقللوا من متطلباتهم لأن التلبات الكبار ستأتي باليمين إلا سدة الحكم في إسرائيل سيد قادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس متحدثا إلينا من رامالله شكرا لك وشكرا من غزة لطلال عوكل المحلل السياسي ونشكر كذلك الدكتور مردخاي كيدار أستاذ في جامعة برإيلان وكان معنا منذ قليل من تل أبيب اشتركوا في القناة